هذه أبرز العناوين الحسم في مستقبل المغربي حكيم زياش لن تصدق مواقع لزوجة أشرف حكيم بعد علمها بتحويل جميع ممتلكاته إلى والدتها ست لاعب من المنتخب المغربي الأول يعززون الأولمبي من أجل التأهل لأولمبياد باريس والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الحسم في مستقبل المغربي أشرف حكيمية حسم التقرار الإنجليزي في مستقبل الدولية المغربي في صفوف تشيس الإنجليزي حكيم زياش وكشفت سكايسبورت الإنجليزي أن المغربي حكيم زياش لن يستمر مع الفريق الموسم القادم ووضح المصدر ذاته أن مالك النادي الإنجليزي ينتظر نهاية الموسم الجارية لمفاوضة زياش بشأن رحيلها عن الفريق شأنه شأن أربعة لاعبين أخرين ويبدأ النادي سياسة الترويج لللاعب في أندية أخرى وهو ما يفسر خروج أخبار تتحدث عن رغبة تطنهم في انتدابها ويبقى العائق الوحيد أمام خروج زياش من شيلسية هو راتبه السنوية المرتفعة إذ يرفض زياش المسلسبي حتى ولو كلفه ذلك البقى أحتياطيا وحسب تقرير أمريكي فإن المغربي حكيم زياش يتقاد 5.2 مليون جنيه أسترلينية وحسب الشبكة ذاتها فإن زياش سيربح في فترته مع تشيلسي ما قيمته 26 مليون جنيه أسترلينية أي ما يزيد عن 27 مليار سنتيم مغربي ويرتبط زياش بعقد مع تشيلسي ممتد إلى عام 2025 وهو ما يفسر حصوله على المبلغ المذكور لن تصدق ما وقع لزوجة أشرف حكيمي بعد علمها بتحويل جميع ممتلكاته إلى والدتها كشفت تقرير صعفها إسبانيا أن الدولي المغربي أشرف حكيمي قام بتحويل جميع ممتلكاته باسم والدتها موشرة إلى أن زوجته الممثلة الإسبانية التونسية الأصله بابوكا تفاجأت بهذا الخبر ووضحت صحيفة موندو دي بورتيفو الإسباني أنه بعد تأكيد انفصال حكيمي وزوجته بابوكا بدأت هذه الأخيرة بإجراءات الطلاق لتتفاجأ بعدم وجود أي ممتلكات باسم اللاعب الدولي المغربي وضف المصدر ذاته أن عبابوكا كانت ستطالب بالنسف في طروة حكيمي حسب القانون قبل أن يتبين لها عدم وجود أي ممتلكات باسمها مما جعلها تصاب بخيبة أمل وقالت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 24 سنة قام بتحويل معظم أملاكه وطروتها التي يملكها باسم والدته منذ فترة طويلة ست لاعبين من المنتخب المغربي الأول يعززون الأولمبي من أجل تأهول أولمبياد باريس يعاول الناخب الوطني عصام الشرعي مدرب المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 سنة على ست لاعبين من المنتخب الأول في نهاية كأس أمم إفريقي المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 المقرر بالمغرب ما بين الرابع والعشرين من يونيو والثامن من يوليوز القادمين وقد أعطى وليد راق راق موافقة على تحقي مجموعة من أصوده بالأشبال من أجل منحهم الثقة والقوة خلال مشاركتهم في نهاية كأس الأمم الإفريقية لأقل من 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبي التي تصدف فرنسا الصيف السنة القادمة ولن يتمكن هؤلاء اللاعبون من المشاركة في مباراة جنوب إفريقيا في يونيو المقبل وقد سمح راق راق لمن يتوفر فيهم عامل السن القانونية بالالتحاق بالمنتخب الأولمبي وهم عبدالصمد الزلزولي لعب أصصنا الإسباني وبيل الخنوس لعب جينك البلجيكية كما أعطى راق راق الضوء الأخضر لكل من إبراهيم صلاح لعب السانت رودن البلجيكي والشايد رياض مدافع نادي برشلون الإسبانية وأيوب عمراوي الضهير الأيصر لنيسا الفرنسي وأن الضروري لعب بيرل الإنجليزية وكان المنتخب الوطني للكبار قد حسمت أهله إلى نهائية كأس الأمم الإفريقية التي ستنظم في الساحل العاش في يناير وفبراير من العام القادم ما جعل راق راق يوافق على عدم مشاركة لعب السيت في مباراة إفريقيا التي تبقى شكلية بعد التأهل رسميا الفيفا يحتفي بالنشيد الوطني المغربي احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالنشيد الوطني المغربي مشيرا إلى مدى تأثيره في ملاعب نهائية كأس العالم واستعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الشارط فيديو للحظة عز في النشيد الوطني المغربي في نهائية كأس العالم 2018 بروسيا خلال مباراة أمام المنتخب الإسباني في ملعب كالينجراد برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات وكتب الاتحاد الدولي معلقا لحظة عزف نشيد المنتخب المغربي واحدة من اللحظات التي ارتجت فيها جنبات الملعب بفعل حناجر الجمهور المغربي الشغوف وسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم الاحتفاء بنشيد الوطن المغربي في حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبره جزءا لا يتجزأ من بطولات نهائية كأس العالم انصيري حققنا تعادل مهما امام الشيطين الحمر وعيننا على التأهل عبر الدولي والمغربي يوسف انصيري مهاجم نادي إشبليا الاسباني لكرة القدم عن سعادته بتسجيل هدف التعادل فريقه امام موظفه مونشيستر يونايتد في المباراة التي حسمت تعادل الإيجابي بهدفين لمثله ما نتيجتها على اراضية ملعب أولترافورد لحساب دهاب ربع نهائي الدور الأوروبية مساء امس الخميس وقال انصيري في تصريح صحفي بعد نهاية المباراة اود أن اشكر اللاعبين والطاقم تقني على المجهودات المبدولة في مباراة لم تكن سهلة والجيد اننا حققنا تعادل تميلا خارج الديار واضف المتحدث نفسه اتمنى ان نواصل بنفس النسق تصعد وعيننا على تحقيق التأهل إلى الدور الموالي وعن الهدف الذي سجله بدربة رأسية وتم احتسابه لمدافع الشيطين الحمر هاي مغواير قال انصيري المهم أن الكرة دخلت وعودنا في النتيجة وشارك انصيري بديلا في هذا اللقاء لينجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائعة ليؤكد مهاجم أصد الأطلس علو وكعبه في الكتيبة الأندلسية في لقاء عرف مشاركة ياسيبون أساسيا نجم الأصود يغدر فريقه للعلاج بمركز محمد السادس وفق نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم على السماح لعزدين أناحي بالسفر إلى المغرب للخضوع للعلاج بمركز محمد السادس بالمعمورة تحت إشراف التقم الطبي للمنتخب الوطني وأصيب عزدين أناحي بكسر على مستوى أصبع القدم خلال المباراة الوديا ضد البرازيل في الخامس والعشرين من مارس الماضية وهي الإصابة التي أنهت موسمه الرياضية وكشف موقع سبورتوان أن التقم الطبي للمنتخب الوطني لكرة القدم ينسق مع نظره بمرسيليا بشأن إصابة عزدين أناحي الذي سيسافر بعد شهر رمضان إلى فرنسا للخضوع لفعوصات جديدة قبل العودة إلى مركز المعمورة لمواصلة العلاج ولن يتمكن عزدين أناحي من المشاركة مع المنتخب الوطني في مباراة هدى تجنب أفريقيا في يونيو المقبل برسم الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة للكأس أفريقي للأمم التي تصدف وارك الدفور في يناير وفابراير من العام القادم ترجمة نانسي قنقر